اهلا بكم في حلقة جديدة مرحبا بكم عشواء السيارات مسابقة الجهاز الرمضانية بتاعتنا المفروض ان احنا اول سنة خرجناها المعدة الاورام وانا كنت عن نفسي كل سنة بروح جاي رايح البنك وابدأ ان انا اوزع على المراكز القلب والاورام والجهاز الهضمي والكبد والحاجات دي بابدأ ان انا اوزع سواء انها زكاة المال زكاة الفطر الصداقات بابدأ ان اوزعها بالطريقة دي وكنت براحت الماء وخلاص عرفت بعد كده ان انت الاسوب والاقوى والافضل ان انت تبدأ ان انت تسلم الفلوس دي اموال الزكاة بتاعتك لمستحقيها وطبعا لان طبعا سمعنا وشوفنا ان في بعض المراكز اللي بتبقى عاملة دعايات جامدة واعلانات جامدة على التلفزيون بملايين الجناهات الاعلانات دي بتبقى من فلوس التبرارات بتاعتكم وان الموضوع ما هواش يعني ما ببقاش وصل لمستحقي قوي وبيبقى فيه شبهة وبيبقى فيه شك وحاجات كده لذلك قررنا تاني سنة ان احنا نسلم الجايزة لمستحقيها ومن ناحية تانية ان احنا نعرفكم بباب للخير وفعلا تاني سنة عرفتكم بباب البنات اللي احنا زرناهم ان هما كانوا عايزين يعملوا عمليات زارعا كلا وفعلا مشتركين القناة ساعدهم وليدهم ان هما فعلا يعملوا عمليات والحمد لله ربنا تمش فاهم على خير ربنا يا ربي تمش فاهم على خير هما وكل مريض ولكن السنة دي لما جيت حبيت ان انا عامل جايزة المسابقة الناس قالت لك طيب لا احنا عايزين ناخد الجايزة احنا في ادينا ونبقى احنا نوزعها براحتنا ففعلا عملت كده قلت خمس تلاف جنيه هيوزعهم على افضل عشر مشتركين هنعلن عنهم ان شاء الله بكرة عن اسماء العشر مشتركين دول الفكرة هنا يا جماعة ان برضو انا من جوايا كنت كان نفسي ان انا اكمل في عمل الخير لان صحيح الفلوس هتوصل لمشتركين القناة بس انا كده ما عملناش خير يعني فكان نفسي ان نعمل الخير فاتبرع لي اصدقاء القناة او سهمهم ب 4500 جنيه وقالوا لي دول هنوجههم ناحية عمل الخير زي ما احنا متعاونين كل سنة فرحت قوي لان ربنا سعيدني على نيتي فبدأت ان انا ادور على ابواب اوصل لها وكان امل ان احنا زي ما احنا بنعمل كل سنة ان احنا نصور الحالات اللي احنا بنوصل لها الفلوس دي بحيث مش عشان تشوبهة رياء ولا عشان ان انا اتفزلك ولا اتمنظر احنا قناة عربيات مالهاش دوع بالكلام ده ولكن الفكرة ان انا ببقى هدفي ان انا اوصلكم بباب انتم تعملوا معا خير زي ما احنا عملنا السنة اللي فاتت الا ان السنة دي انا رحت بيوت لستات في بيوتها فمش هينفع ان انا نصور وفي نفس الوقت في واحد كتاب لي في التعليقات الله اعلم نييته ايه قال لي ده كده ببقى رياء وانت بتفضح الناس وانا والله ما كان نييتي لا فاضيحة ولا كلام فاضي من ده خالص انا نييت ان انا اعرفكم بباب للخير ان انتوا تساعدوا الناس لان ايا كان المبلغ ان انا بتبرعبه قليل جنب كل واحد فينا لو حاول ان هو يساعد الناس دي وفي ناس كتير زي في زمان لما كنت بروح البنك انا معرفش ناس معرفش حد اتبرع له فبقت الفلوس اللي معاها بروح اوزعها في البنك وخلاص واظن ان في ناس كتير زي هنا كده ما يعرفوش بباب للخير نفسه يعرف بباب للخير بس هو مثلا عامل زي ملوش علاقة بحد قوي فالسنة دي ربنا وفقني لان ده وتوفقني ربنا لما يوفقك لطاعة لما تعمل طاعة اعرف ان ده ربنا ووفقك لها فربنا وفقني ان انا اوصل لناس فعلا مستحقين بجد فعلا ناس انا نفسي تتابت لان اتلقيت ان مثلا في واحد فينا ممكن يكون زعلان ان هو مش عافي غير عربيته ويجيب عربية احدث في واحد فينا ممكن يكون زعلان ان هو حتى مش عنده عربية يقولك ادعولي ان انا جيب عربية واتراحها من بهدلت المواصلات انا شفت ناس كل امالها في الحياة بس انها تقدر تقوم من على السرير اللي وحدها يعني مش مسأتي يركب عربية لا هو بس يعني حد تاني نفسه ان هو يشوف نفسه يرجع له البصر لعناه انتم متخيلين وكل اللي هو وقف عليه فلوس بس ان حد يساعده ناس تانية وكلهم يعني ربنا اراد ان هما كلهم ستات ان هما ست زي اختي واختك زي ام وامك وتبقى معرضة ان رجلها تتبطر لان ما عاش فلوس انها تعالجها وتعاش طول عمرها عجزة فطبعا الكلام يوجع انا مش قصد نازع لكم والله بس انا شفتوا ده يعني انا في ست تعبت قوي وبعدين يعني برضو انا بفتفت معاكم قلت طب يا رب طب دي ناس مبتلة بالمرض وفي نفس الوقت بالفقر في ناس انا شفتها قاعدين في اقضاء ماله السقف طب مرض وفقر طب ايه الحكمة في كده يعني فين العدل يعني ولكن اكيد صبروهم ربنا هيرزقهم الجنة في اليوم القيامة يبقى ربنا عوضهم خير وفي نفس الوقت ده بيكون اختبار لي نحنا يعني اختبار اللي عنده صحة واللي عنده مال طيب هل انت هتساعد الناس دي اولا انت هتشوفهم فهتحمد ربنا عن نعمة انت فيها فده يبقى سواب ثانيا ان انت لو ساعدتهم فانت ربنا اكرمك بباب ان انت تعوض فيه او تكفر فيه عن سيئات او عن زنوب او تبقى ليك رحمة او تبقى ليك يعني حسنات تنفعك يوم القيامة لان لو ان الباب ده مش موجود هتروح فين هتعمل ايه تمام لو ما فيش ان انت تساعد اخوك المسلم او ما فيش ان انت تساعد اختك او امك طب انت هتعمل ايه هتكفر عن سيئاتك او هتجيب حسنات من ايه فهو ربنا جعلنا الناس دي باب ورحمة ليه نحنا فانا بما اني مش هينفع مش هينفع او ما كانش ينفع ان انا صور الناس دي فانا ربنا هداني الفكرة برضو واتمنى ان انتوا تساعدون عليها اللي هي انا هكتب لكم تحت الفيديو ارقام تليفوناية الناس دي ونبذة مختصرة عن كل حالة اللي قلبك يرقلها او اللي انت هتتصبها وتليفونها يرن ده اكيد اللي ربنا اراد لها الرزق ده انا شايف كده فابدأوا تواصلوا معهم وانا بعيد عن الموضوع انا مجرد ان انا عرفتوكوا على باب للخير زي ما احنا متعودين باب للخير بس مش اكتر بحيث ان انا ابقى بعيد عن الشبهة فانتم اتواصلوا معهم انا اكيد اقتر الخير عرفتوكم باب للخير وفي نفس الوقت ادلع الخير كفاعله ده نيتي ان ربنا اكيد هيكرمني باللي انا عملته يعني يعني اكيد اللي هيتبرع عليهم اكيد هيجي لنا سواب زي زيك بالزرط لان ادلتك على الخير وفي نفس الوقت انا فتحت لك باب للحسنات وباب لمحو السيئات وباب للخير وقدرنا ان احنا نساعد ناس هما محتاجين لنا بجد زي ما قلت لكم تحت الفيديو ده لو انت بتدور علي باب للخير وأنا عمدت ان انا نازل فى اخر يوم رمضان لو انت تعمد حابب ان انت تدور علي باب للخير باب تتبرع علي ناس بيه دك انت سوى ان انت تروح لهم او تشوف وسيلة ان انت تحول لهم فلوس او تروح تزورهم بنفسك ده سواب كبير قوي وصدقني هيفرق في نفسيتك كتير وصدقني هيفرق معك كتير قوي ايا كان ايا كان الهم اللي عندك او المشكلة اللي انت مقابلها في حياتك او الشئ اللي دايقك وقلقك ومخليك بتنبي الليل تفكر سوى بقى دين سوى شغل سوى شركة مش عارف مالها ما بتتقدمش سوى ما فيش مش عارف شغل واقع سدقني لو روحت وزورت حالة من دول بنفسك انت هتنزل بتحمد ربنا على النعمة اللي انت فيها وهتبقى فرحان قوي بنعمة ان انت بتقدر تشرب مية انت متخيل ان انت تقدر تاكل اللي انت عايزه انت تقدر تمشي عارجليك فدي نعمة كبيرة او من ربنا حنا مش حسينها فانت ما بتحسش بالنعم الا لما بتشوف اللي ربنا حرموا منها ودي اكيد حكمة ربنا في الموضع والله اعلم تحت الفيديو هتلاقوا ارقام تليفونات لناس وانا هزودها لكم النهاردة ان شاء الله هنزل الفيديو لوقت بارقام اساسية وهبدأ ان انا هنزلها كمان لان فيه ناس اتواصلت معايا لما عرفت ان انا ماشي في الخير ففي الخير بيجيب خير بدأ ان هم يعرفوني من ناس تانية فانا زي ما قلت لكم انا اللي قدرت عليه عملته انا كنت مفروض ان احنا قلنا فيه 4500 جنيه دول انتم اللي متبرعين بهم طبعا بدون ذكر اسماء كان ده المطلوب انه ما هذكرش اسمائهم وانا اللي ربنا قدرنا عليه ان انا حطيت يمكن زيهم من عندنا ده اللي ربنا قدرنا عليه منه كنتم بقى كل دي مبالغ صغيرة جنب اللي انتم ممكن تعملوه ايا كان المبلغ ان انت تتبرعبه ما بقولكش تبرع لحد معين انا بقولك اتصل بالتليفون اتعرف على الناس وحاول تتواصل معهم يبقى كده منك لليهم بابل الخير اتعمل وانا خارج الموضوع وبدون نشوفهات مش عايز يقول الحلقة دمات انا باذن الله اه اللي حابب ان هو يعمل كده يعمل اه اللي مش حابب احنا باذن الله زي ما قلت لكم احنا هنعلن عن اسماء العشر فيزين وهنبدأ ان احنا نحول لهم الفلوس بتاعتهم انا قلت خمس تلاف جنيه يعني تقريبا بمعدل خمسمائة جنيه لكل فايز هبدأ ان انا حوله لهم قلو في مصر في مصر واللي برة هيبقى عن طريق وستر اليونيون ان شاء الله المهم ان انا هوصلهم بقي طريقة للناس اللي فازت واسماء الناس الفيزين دول اللي يحب فيهم ان هم يكون مشترك معنا في جروباتنا على الفيسبوك وعلى اليوتيوب ويبقى ادمن او مشرف معنا فده طبعا يشيء يشرفني بما ان هم ناس عندهم خبرة كافية في رجالة وفي ستات او في رجالة وفي بنات معنا هيكونوا فيزين معنا لان ما ننسوش ان انا عامل جروب للبنات بس حتى المشرفات اللي عليه مهندسات بنات بس بنات بس فده طبعا كانت فكرة حلوة اوي وبفرح اوي لما لقاهم منزلين بسطات يقولوا احنا اكتر جروب استفدنا منه لان بقدروا ان هم يتكلمهم بدون ما يبقوا خايفين ان الراجل يرخم عليهم ان واحد يخش مسلا ان هو يعكسها ان حد يستظرف عليها او ان هو يتريق عليها لا هم بنات مع بعض واحدة بتقول انا خبطت العربية بنارده الجزء اعمل فيها كذا كذا حاجات كده دماء خفيفة يعني بس هم بنات مع بعض وماشي الحال وهم فرحنين وبيدعموا بعض دعم حلو اوي يعني لان انا شفتوا ان البنات بتدعم بعض اجدع من ان احنا جار الجادة اشوفكم بازن الله على خير في خير جاي كتير في حلقات جاي اكتر ما تنسوش حاول ان انتو تواصلوا مع الناس اللي هتلاقهم ارقام تلفوناتهم وحالاتهم تحت الفيديو كلسانهم طيبين وعيد سعيد عليكم ان شاء الله وسلام عليكم